أهلاً أحبائنا مشاهدينا عم نتكلم عن معنى التبرير ومعنا دكتور سامح عزيز عم نتكلم في هذا الموضوع الإلهام جداً ذكرت أنه أنا مزنب الله هو القاضي نعم وذكرت أنه أنا أتبرر قدام الله وغير عن أتبرر قدام الناس نعم فإذا ما هو دور الروح الروح القدس في هذا الموضوع قال الرب يسوع في إنجيل يوحنى صح 16 عن دور الروح القدس وده مذكور أيضاً في أجزاء كثيرة من كلمة الله عدد 8 من عدد 7 لكن أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي برقليتوس الروح الحق ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة يبكت يقوم بدور وكيل النيابة في الإقناع يقنع يقنع العالم كل إنسان وبتكمل الآية أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون به نعم وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضاً ممكن نتوضح الفكرة أكتر هون نعم والشيء الثالث وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين نعم إذا ممكن توضح الفكرة يبقى إذن الروح القدس هو يبكت نعم لو حبينا نجول في مشهد بيعرفه الجميع لو دخلت محكمة فتلاقي القاضي على المنصة والمتهم موجود والمدعي العام ما يدور المدعي العام يقوم بعملية التبكيت اللي هي إقناع أن هذا الشخص أخطأ وكسر القانون فبالتالي يستحق أن القاضي يحكم عليه هنا ده دور الروح القدس دور الروح القدس أنه هو يقنع العالم يقنع الناس أن فيه ثلاث جضايا مرفوعة ضدك جدام الله أول جضايا على خطية على خطية وما هي هذه الخطية عدم الإيمان بالمسيح عدم الإيمان بالمسيح في قصة جميلة يا جسيس نظار حققية حدثت أم ذهبت إلى أحد حاكم ولاية قصة أنا جريت أنها حققية حاكم ولاية تبكي بالدموع وتترجى حاكم الولاية وتقول له ابني ارتكب خطأ بس حق الإعدام أنت تقدر تعفو وجدام كسرت قلبها ودموعها ذهب حاكم الولاية بنفسه إلى السجن إلى هذا الابن عشان خطر يعفو عنه الابن ظنوا أنه أحد القصاوس اللي جاينا نكلموه عن التوبة والإيمان وفرفض تماما مقابلة حاكم الولاية اللي جاي يعطينا العفو فمضى الحاكم حزينا والقصة دي تقول أن هذا الشاب لم يعدم بسبب الجرم الذي يرتكبه لكن أعدم بسبب رفضه لحاكم الولاية اللي جايب عفو وده اللي عايز يقوله الكتاب أن الروح القدس يبكت العالم بيقوله أنت ارتكبت خطايا كتير بس الخطايا اللي هتذهب بك إلى الدينونة هي أنك رفض المسيح عدم الإيمان بالمسيح عدم الإيمان بالمسيح رفض دي أول قضية فعش كده فيه تبكيد داخلي عميق لرفض الإيمان بالمسيح تاني قضية وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا جاء المسيح ليبرر العالم رفضه وحكم عليه أنه مضل ومجدف واتفق اليهود والرومان أن يسوع لذي جاء يبرر ده مضل ومجدف فبالتالي قتلوا وصلبوا وقام وذهب إلى الآب ولا تعدت روناني فالعالم رفض التبرير القادم من المسيح ليه؟ لأنه أنا متمسك ببري أنا كويس أنا صالح أنا جيد أنا حلو لا أحتاج إلى تبرير لا أحتاج إلى المسيح بيه تاني قضية انت رافض التبرير مع أنك مذنب تانت قضية خلي بالك يا عالم خلوا بالك يا بشر رئيس هذا العالم قد دين فأنت نهايتك دينونة فعشان كده فيه زعر داخل قلوب الناس من الموت ليه؟ لأنا عارف أنه بعد الموت فيه دينونة فعش كده ثلاث قضايا يقوم الروح القدس بإثارتهم جدام عقل وضمير كل إنسان عشان خاطر لو فكر جيدا واستجاب لصوت الضمير وقرر أنه يصرخ لله جاءت التبرير شكرا